كيف ينجو الإنسان من عذاب القبر؟ سؤال يؤرق الكثيرين جوابه وذلك لما يشكله القبر من مرحلة مفزعة ينتقل بها المرء من حياته الرحبة وعالمه الفسيح إلى حفرة ضيقة مظلمة تتداخل فيها أضلاعه ويفقد بها أهله وأحبته وأصدقاءه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد لولما جاء به الإسلام من سبل وأعمال إذا عملها الإنسان نجى بفضل الله من عذاب القبر لشكل الخوف من القبر قلقا يلاحق الإنسان ويقض مضجعه في كل فترات حياته فلا يدري أينجو أم يهلك فقد جاء الإسلام بأمور أخبر أنها من المنجيات والمانعات من عذاب القبر وحث على القيام بها والحرص عليها لتكون له عونا له في قبره عندما يودع فيه وحيدا فمن تلك الأعمال أولا الرباط في سبيل الله ومعنى الرباط الإقامة على الحدود الإسلامية لمواجهة العدوان الخارجي الكافر والاستعداد لصده حيث جاء في فضل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن سلمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليل جنة ولأنه حي فهو شاهد أن يحاضر روى النسائي أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة ومعنى الحديث أن السؤال في القبر إنما جعل الامتحان المؤمن الصادق في إيمانه وثبوته تحت بارقة السيوف وعدم فراره من الموت أوضح دليل على صدق إيمانه وقول الصحابي ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد حيث استثنى الشهيد فقط لا يدل على حصر الناجين من عذاب القبر بالشهداء وإنما ذلك بحسب اجتهاده أو أنه أكبرهم وأعظمهم وإلا فالأحاديث المصرحة بنجاة غير الشهيد كثيرة ومنطوقها يقدم على فهم الصحابي هنا ثالثا حفظ سورة الملك وتلاوتها فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضرب رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خباءة خيمته على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر قال الترمذي هذا حديث حسن غريب رابعا الموت بداء من أدواء البطن فعن سليمان بن صرد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتله بطنه لم يعذب في قبره رواه أحمد والترمذي وقال هذا حديث غريب والمراد بالحديث حصول النجاة من عذاب القبر لمن مات بداء من أدواء البطن كسرطان البطن والقولون والقرحة وغير ذلك خامسا الموت ليلة الجمعة ويومها فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر والحديث يدل على أن الموت ليلة الجمعة أو يومها من أسباب الوقاية من عذاب القبر وهو فضل محض لا تدخل للإنسان في تحصيله إلا أن يحرص على الشهادة في هذا اليوم فينال فضلين فضل الشهادة وفضل الموت في يوم الجمعة هذه بعض الأعمال التي من عملها مؤمنا محتسبا كفاه الله بهن عذاب القبر وأبدله الله في قبره نعيما يمتد إلى يوم القيامة وتخصيص هذه الأعمال بالذكر لا ينفي أن يكون لغيرها أثرها في دفع عذاب القبر والتهوين على المسلم من فضائع ذلك المكان الموحش فقد تمنع عنه صلاته عذاب القبر وقد تدفع عنه صدقته وبره وإحسانه وقد يحميه صيامه وحجه فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولوا مدبرين فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن شماله وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبل مدخل ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبل مدخل ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبل مدخل ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبل مدخل رواه الطبراني وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين إخواني الكرام إذا وصلتم إلى نهاية الفيديو فلا تبخل علينا بوضع إعجاب لهذا الفيديو ومشاركته لتعم الفائدة والدال على الخير كفاعله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته